السؤال بعد كده بيقول إخوات زوجتي الشباب لم يعطوها حقها في ميراسي أبيها فهل من حقي كزوج أنا أسأل عن حق زوجتي في الميراس هو السؤال مش بيبقى كده هو السؤال بيقول هل من حق زوجتي أن هي الطالب حقها في الميراس خلينا نسيغ السؤال كده أحسن من الطريقة دي أن زوجتك تطالب حقها في الميراس وإنت تدعمها في هذا الطلب آه يجوز ده لأن ده حقها ومسألة أن ميراسها ده حقها ومنعها كبيرة يعني منعها من الحصول على ميراسها ده كبيرة ولذلك الحال هو أن هي تعمل إيه أن هي تطالب بحقها وده من حقها وليس لأحد أن يلوم عليها بأنها إذا طلبت بحقها سيفسد عليها الحياة سيفسد عليهم وعلاقتهم كإخوة بالعكس ده اللي أفسد علاقتهم كإخوة أكل ملها بالحرام أكل ملها بالباطل فلا يجوز أن الناس تأكل مل بعض في الميراس فيلاها حق وعليهم أن يقوموا بإعطائها هذا الحق ومنعها من هذا الحق والعياده بالله حرام وكبيرا لأنه فيه ظلم لأنه أكل أموال الناس بالباطل أنت بقى تقف جنب زوجتك في مطالبتها دي طب ليه أنا ليه أنا ما قلت لكش أن أنت تروح تطالب عشان نحافظ على علاقات الأسرية هي لما تطالب بحقها هي بتطالب بحقها لكن أنت لما تطالب بحقها تفتح أبواب ليه أن حد ينال منك أن أنت متجوزها عشان مرسها أو أن أنت ما صدقت فتضيع القضية الحق في إيه في التشويه والكلام الذي لا معنى له ولذلك أنا بيقولك خليها هي الطالب ودعم أنت طلبها قلهم دي زوجتي وأنا واقف جنبها لأن دا حقها هو دا الكلام المعقول لكن أنت إذا رحت وطلبت سهل جدا أن أحد يقولك وانت مالك خليها هي اللي تطالب ولذلك الطريقة الصحية هي الطالب بحقها وانت تسندها في هذا الطلب لأن مسندتك ليها في هذا الطلب هو نوع من أنواع حماية زوجتك نوع من أنواع إيصال الأمان إلى زوجتك نوع من أنواع القيام بواجب حسن العشرة جزء من الحفاظ على حقها جزء كمان من تنفيذ وصية رسول الله سلم استوصب النساء خيرة جزء كمان من الرعاية كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعيتي فأنت راعي فأنت بترعاها في مطلبتها بحقها يبقى كده المسألة في شكلها السليم وفي شكلها الصحيح لكن أن أنت تروح لأن أنت حاسس أن هما يتحاجوا على زوجتك ومش هيدولها حقها أنت لو عملت كده فتحت باب من أبواب الشر أنا شايف أن الصواب أنها تروح وطالب حقها اللي ربنا أزل لها فيه ومراسها اللي الله سبحانه وتعالى جعله حقا لها ولا يجوز أن الناس تأكل أموال الناس بالباطل في هذا الأمر يبقى إذن يجوز أن أنت تقف بجوارها ويجوز أن أنت تساعدها في هذا السياق ترجمة نانسي قنقر